بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواء جديدة مشي ودق ام شمس كانت بنا دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم كيك عجيب جدا كيجي خفيف خفيف مقطن بواحد الكريمة رائعة وكذلك اقتصادية كانت من إن شاء الله نوعيش بكم وأنكم تجربوا أكيد باش دائما تكتبوا لي في التعليق الرأي ديلكم عليه فمباشرة مشوا المقادير وطريقة التحضير فأول خطوة غنعملو كان ناخدو معلقة صغيرة تكون عمرا مزيان دي القهوة سريعة الدوابان كان عملو عليها كاس ديال المغليان وكان نحطوها على جنب فهنا القهوة ره هغسة تكون سخونة أو لو ممكن تقطروها هنحتاجو كدلك ثلاثة الحبات ديال البيض لكما كتلاحظو فالبيض ماشي كبير يعني غام توسط عندي كاس ديال السكر سندة أو لا حبيبات لكيوز 150 جرام عندي كاس إلا ربع ديال زيت نباتي 120 جرام وعندي هدك الكاس ديال القهوة اللي عملت قدامكم اللي ممكن تتعوضوها بالقهوة معصرة فهنا عدي 160 جرام ديال القهوة عندي جوج معالق كبار عامري مزيان ديال كاكاو عندي جوج خميرة حلويات من فئة 8 جرام عندي الفانيلا الخل وكذلك الطحين اللي وعلى حسب الخليط ودائما كما تعودوا معي هادي تشوفوا معي اش حال المقدار بالضبط فهدو هم المقادر او للمكونات اللي غاني حتاجوا بالنسبة لطريقة التحذير كناخد ايناء كنزل فيه دوك ثلاثة الحبات ديال البيض على هات الشكل هذا وغادي نضيف عليهم كذلك الفانيلا فهنا ستعمل جوز ساشيت الفاني كاس ديال السكر يعني ما يكونش عمر بززافي 150 جرام فقط قبيصة ديال الملح وغادي نحرك هاد العناصر دائما يعني البيض مع السكر كيف ماشته معي يعني بطريقة اللي بسيطة وغيب تطرر باليدوي وغادي تحصل على كاكل يشيش هشيش بزاف وكيدوب في الفون بحال هات الشكل هافوا فغادي هنا نضيف دك الكاس الى ربع ديال زيت نباتي لهو 120 جرام ديال زيت حال هكا وغادي نطرب كذلك على خفيف حتى كي تجنسو وهنا غادي نبدو نضيفو باقي المكونات اول حاجة هنا غادي نعملو هي النواشف فغادي نضيف الطحين يعني كما شتو معي اضفت كميات الطحين مع دكو زوج مع القبار عمرين ديال كاكاو وغادي نكمل حال هات الشكل هنضيف كذلك خميرة الحلويات اللي هما زوج اه من خمارات من فئة 8 جرام وغادي نحرك مزيان هاد العناصر ديال نواشف مع العناصر السبقات اللي هي البيض مع السكر والزيت على هاد الشكل وهنا واخي بليكم الخليط ديالكم راه تقال ما تخافوش فغادي نضيفو هنا مباشرة اه القهوة سريعة الدوابن اللي عملنا اللي عملتها كقدامكم اللي دائما الخليط يكون سخون ديالها يعني القهوة وخات عصرها ماشي مشكل مهم خليط ديالها يكون سخون مزيان فما ضفناهاش مباشرة على البيض يعني باش اه مات يعني مات اه ما تخسرش لنا البيض اه تكشعش عملنا الطحين واللول عاد ضفناها في هاد المرحلة بالنسبة للهنا الكيمياء الطحين اللي استعملت فهي 11 معلقة يعني بسبب الاخوات دائما يقول يقول لنا بالمعلقة الطحين فاخواتي فانا كنا نعطيكم بالقرام راه هو احسن حاجة هو القرام يعني كنا نعطيك بالضبط اش حال ممكن استعملي نوكي نبغيتو بالملاقة ما عندي حتى شي مشكل فعندي هنا احداشر ملعقة ديال الطحين هاد احداشر ملعقة ديال الطحين فاقسموها ديرو النصف في اللول عاد ضيفو ديك معلقة ديال القهوة وكملو باقي اه تحين ضفت هنا معلقة زوج معلق ديال الخل وحل خلط كل شي وكان تحصل على هاد القوام هادا ديال الكيك اللي كي جي رائع ومتجانس هنتوما فكما قلت لكم حداشر ملعقة ديال الطحين و اه كتتعملوها يعني ممكن تعملو ربعات المعلق في الاول عاد تعملو القهوة او كيف ما بغيتو المهم ضروري تعملو واحد على الاقل ثلاثة المعلق عاد تعملو خليط ديال القهوة سخونة عاد ممكن تكملو باقي المكونات او لباقي كيميات الطحين مع الخميرة يعني كما شدوه معي اه او كان ندخل الفرن و ندخلها على مهيلة 25-30 دقيقة ندخل الفرن و نسخون من قبل مطابعة الحل نضيف الكاكاو نضيف الكاكاو حرقته جيدا نضيف الكاكاو نضيف الكاكااو نضيف الكاكاو و ندخل المول نسقيه مباشرة بهذا الحليب مع الكاكاو الحلو نسقيه مع الوليدات نحاول انني نفزق مزيان هذا الكاك سقيت الكاك بكاس الحليب تشربه كامل و تجي كخطيرة نحطها على جنب نحطها على جنب ستات المربعة من الشوكولاتة يدوب كما اشتوا معي و نحركه جيدا حتى يرجع سائل كما تشوفوا معي هذا الشوكولاتة هذا الشوكولاتة يقصح لا يوجد سائل فأخواتي فشدتوا سوف يقصح سوف يقصح حمام ماء و تحركوا حتى يأخذ حرارة المناسبة فضفت عليه مباشرة اليوغورت شوكولاتة و سوف ندهن به جيد فهنا في علماء العقل و لا يريد أن ندهن ندهن و ننضيف ندهن على ما يجب كوكو إفلي نحمر في المقيلة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة هذه الكريمة خليل من قواء سريعة الدوابن نحرك هذا الخليط جيدا حتى يدوم العناصر جيدا و نضيفه كذلك زوج مع القبار السكر و نحرك هذا الخليط كامل و نعمل هذا الخليط مباشرة فوق نار على عفية مهيلة مع التحريك المستمر كم نحن financiه من الخليط لتطبيق السكر و مهيلة قليلا نضيفها 4 شكولاته و مهيلة نضيفها الوصول حسنا حسنا نضيفها 6 شكولاته نضيف القليب قتلي من جوانب الكيك نضيفه على خليط الكريمة نحرك مزيان الكل على هذا الشكل نضيف القليل على هذا الشكل و نضيف الكل على الكيك نضيف الكل def��ق نحن نفيف الكل تركز اللون الكاكاو يكون أسود و ادخلتها لتلاجة و اضع الكريم كريمية لا تكون بحلف لون فهذه رائعة و ادخلتها لتلاجة اضع الكريمة اعقادة لتنزينها و لا يضب الشوكولات اضع الكريمية و اضع الكريمية و اضع الكريمية و اضع الكريمية و اضع الكريمية على حسب المتوفر لكل سيدة سهلة هذا الكاكاك و يكون رائع و حتى في المطق نعم نحن الله يجبرها تقومي على صيد اقصص انتظر الكريمية ارحبك ثم يعدم و يضب أمك كريمة كريمية و يستخدم الكريمية اضع الكريمية في هذا القهوة و هي قد تعطية لده و اصبتك اشترككم دائما على حسن المتابعة وكانت من انا الفيديو يعجبكم وابقى لي الى انجلكم كانت معكم ام شمس وما توفيقيه الا بالله عليه توكلت واليه انيب